النهاردة كابتل الخطيب استقبل السيد عيسى الحزامي وبيتلقى دعوة لزيارة امارة الشارقة بالامارات العربية المتحدة كابتل الخطيب ظهر اليوم في النادي استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي الاسف استقبل السيد عيسى الحزامي رئيس مجلس ادارة الشارق الرياضي اللي نقال له تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وحرص الكابت الخطيب على مبادلته التحية متمنيا له دوام التوفيط اللقاء أيضا تناول تعاون مع النادي في كافة الأسعادة وتعزيز التعاون المستقبلي والاستفادة من خبرات النادي الأهلي ونجحاته القرية والدولية في ضوء الطفرة والتميز والاستفادة من الإمكانات الكبيرة للنادي الأهلي وأيضا التمايز اللي بتشهده رياضيا إمارة الشارقة حيث يخوض فريق الكرة بالشارقة مباراة كأس السوبر الإماراتي عشرين واحد وعشرين عشرين اثنين وعشرين أمام العين يوم السبت اللي جاي باستاذ آل مكتوم بنادي الناصر بدبي وخلال هذا اللقاء الأخوي اللي جرى اليوم في مقر النادي في الجزيرة تم توجيه الدعوة لكابتن الخطيب لزيارة إمارة الشارقة لاستكمال بحث العديد من الموضوعات المهمة والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة كابتن الخطيب قام بإهداء المسؤول الإمارات الشقيق درع وعلم وقميص النادي في نهاية الزيارة والتقاط الصور التسكارية شوفي خطوات كثيرة تحدث في النادي الأهلي خصوصاً مع بداية الثلاث سنة زيارات هامة جداً متعقبة واعتقد أنك حتلمس وانت بتقول الأخبار نهاردة أكثر من زيارة متنوعة كان من دارح زيارة مسؤول رياضي من مكة أيضاً أيها وكمان فريق السكاوتينج تيم بتاع ليفربول برضو حصل زيارة واجتماع مع أحمد حسام وأمير التوفيق وتبادلوا الحوارات والخبرات نقل الخبرات حركة زيارات واسعة على مستويات رفيعة بتعكس أول قوة العلاقات الرياضية بين مصر وأشقائها في الخليج العربي من خلال النادي الأهلي وما يقدمه كسفير مشرف للرياضة والكرة المصرية هي دي مكانة الأهلي وهو ده تواصله وحرصه على المحيط العربي الشقيق شوفنا التواصل مع الأشقاء في الجزائر وشوفنا قد إيه امتنانهم بعلاقة التقدير والاحترام اللي ربطتهم بالنادي الأهلي وبمجلس إدارة النادي برئاسة كابتن محمود الخطيب شوفنا في المغرب إزاي دبلوماسية الرياضة الهادئة ممثلة في النادي الأهلي ووفده ورئيسه يكون لهم هذا التأثير الكبير جداً على العلاقات الشعبية والرياضية بين مصر والمغرب وها هي أيضاً زيارة سعودية بالأمس وإماراتية اليوم وزيارة دولية أخرى كابتن محمود الخطيب استقبل النهاردة ديريك ديويلي مدير كرة القدم في اتحاد الأندية الأوروبية المحترفة الإي سي إي بحضور المهندس خالد مرتجي أمين السندوق الزيارة جاية في إطار بحث سبل التعاون بين اتحاد الأندية الأوروبية المحترفة مع النادي الأهلي والاستفادة من نجاحات الأهلي على الصعيدين القري والعالمي ليكون حرقة تواصل بين الاتحاد والأندية غير الأوروبية التي يرغب الاتحاد في مساعدتها المسؤول الأوروبي أكد خلال الزيارة أن التحاد الأندية الأوروبية يهدف إلى تحقيق نهضة في الدول غير الأعضاء بالاتحاد ومن خلال محاكاة الأندية الأوروبية والاستفادة من خبراتها والعمل على تطوير مصادر التمويل في نهاية الزيارة كابتل محمود الخطيب قام بهداء ديريك ديولي ديرعو عالم وفنلة النادي الأهلي إذن تواصل أوروبي مع التحاد الأندية الأوروبية ودي حاجات مهمة جداً وتبادل الخبرات ده مؤكد لصراح الكرة المصرية يعني وكانها تقبل استفادة من أي حاجة لتطوير نفسها فتلقي بكافة المسؤولية على النادي الأهلي ولا يتهى تساعده ولكن تكبله بالعرقية المتتالية ولكن النادي الأهلي بإذن الله سيمضي وسيقوم برسالته ويطور من نفسه ويطور بقدر إمكان من الكرة المصرية بطريقته الخاصة لأن الزيارة دي مهمة جداً 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 وأعتقد أنها ستضيف الكثير من الخبرات ترجمة نانسي قنقر